والآن مع تطبيق أول تطبيق هنشوفه على الاشتقاق وهو إزاي أجيب معدلة الخط المماس والخط العمود لنقطة على منحنة الدلة بتاعتش فأنا بقول لو أنا عندي دلة Y أو F أو X فلازم من الباب التاني قلنا لازم هيكون لها إيه؟ لازم هيكون لها منحنة طيب لو عند أي نقطة بقى مثلا النقطة دي مثلا كده احتزاتها X0 و Y0 لازم هيكون لها مماس ولازم هيكون لها عمودي على المماس طيب معدلة المماس ده بكام ومعادلة العمودي ده بكام فبيقول أن معدلة الخط المماس للدلة وطالما كلمة خطها يا شباب يبقى معدلة من الدرجة الأولى في X و 8 يعني X مرفع على X1 و Y مرفع على X1 عند نقطة لازم يكون معلوم إحداثيات النقطة بتسوي كام ولازم يكون معلوم الدلة شكلها إيه؟ فبيقول أن هي Y ناقص Y0 وعشان كده قلت لك لازم دي تكون معلومة ولازم X0 تكون معلومة طيب ولازم تكون الدلة معلومة ليه؟ لأن هجيب المشتقة الأولى وبعد ما جيب المشتقة الأولى أعود بX0 يبقى ده عدد وده عدد وده عدد يبقى تفضلك معادلة في مين؟ في X و واش طيب لو أنا عرفت بقى معدلة العمودي طيب معدلة دي معدلة المماسة لو عرفت معدلة العمودي نفس المعدلة اللي فوق بالزبط مع تغيير بسيط Y ناقص Y0 يبقى تلحد ده اللي هو اليسار هو نفس الحد ده X ناقص X0 هي نفس دي بالزبط لكن هنا كان مين؟ كان قيمة المشتقة عند النقطة X0 لا هنا سالب مقلوب قيمة المشتقة سالب مقلوب قيمة المشتقة عند هذه النقطة نشوف مع بعض أوجد معادلة المماسة والعمودي للدوال التالية أول معادلة بالشكل كده يبقى دي يا شباب بتمثل مين؟ بتمثل Fx ودي بتمثل مين؟ بتمثل X0 بواحد وY0 بكام؟ بعشر هعمل ايه؟ أول حاجة هعملها هجيب المشتقة اللي هي دي واحدة X أو Fx بتساوي الاتنين X تربيع الاتنين تنزل مع الاتنين بأربعة X والتادة X بثلاتة والخمسة بكام؟ سفر الخطوة الثانية أجيب قيمة المشتقة عند X0 X0 بواحد يبقى هعوض عن كل X بواحد واحد فاربعة باربعة زي التلاتة بكام؟ بسبعة الخطوة اللي بعدها كده أنا هعوض في المعادلات اللي عندش معادلة ما ستساوي ايه؟ Y ناقص Y0 اللي هي عشر تساوي مشتقة عند الواحد في X ناقص X0 المشتقة بكام؟ بسبعة يبقى المعادلة Y ناقص عشرة بتساوي سبعة X ناقص سبعة أفكها بس عشان يبقى شكلها كويس دي Y ناقص عشرة تساوي السبعة لما هتضرب هتبقى سبعة X ناقص سبعة سبعة X هسيبها زي ما هي الواي دي أجيبها لها الناحية دي بإشارة مخالفة بقيت ناقص Y السالب عشرة تروح الناحية التانية بموجة بعشرة والسالب سبعة يبقى ثلاثة أصبحت معادلة منين؟ من الدرجة الأولى في X و Y طب أجيب معادلة العمود دي هي نفس المعادلة ده ها؟ لكن الاختلاف مين في السبعة؟ تبقى ها؟ كام؟ سالب واحد على سبعة؟ السبعة بقلبها واضربها في سالب أهي؟ السبعة بقلبها واضربها في كام؟ في سالب طيب هضرب الطرفين فلوسطين السبعة دي تضرب في القوس ده تخليها كام؟ تخليها سبعة وائمة السبعين والسالب ده يضرب في الـ X ويضرب في السالب واحد هيخليها سالب X زائد واحد السالب X أوديها الطرف الثاني تبقى موجب والسبعة وائزة ما هي؟ مضرحتش ولا جات الواحد لما يروح الناحية هنا يبقى سالب بص بقى على المعادلة دي كده والمعادلة اللي فوقه شوف معامل X ومعامل Y هنا اتبدله معامل X ومعامل Y ايه؟ اتبدله مش بس كده كمان مش بس كده كمان ايه تانيك كمان؟ اني بضرب واحد فيهم في سالب فمثلا هنا كان معامل X سبعة يبقى هيروح للواش المعامل Y كان سالب واحد راح لمين للX فلما اضربه في سالب بقى ايه؟ موجب طب الحد المطلق ده؟ لا مليش علاقة بيه ناخد كمان مسألة لو عندي Y بتسوي جزر X عند النقطة X واحد يبقى X زيرو تسوي واحد والY زيرو تسوي كام واحد اول خطوة عاملها ايه؟ اجيب المشتقة مشتقة الجزر بواحد على اتنين الجزر ده اول خطوة الخطوة التانية اشيل X وحط قيمتها بواحد فلما تبقى دي بواحد جزرها بواحد في اتنين يبقى بيسوي كام نص معادلة المماس عبارة عن Y ناقص Y زيرو اللي هي بواحد تسوي مشتقة ده اللي عند الواحد في X ناقص واحد يبقى هتسوي كده اختصرها فالتنين دي عشان هي في المقام اضربها في المقدار ده هتبقى اتنين Y ناقص اتنين وهنا الواحد يتضرب في الـ X ويتضرب في الواحد خلاها معادلة صفرية اسيب الـ X في حالها زي ما هي واجب لها الواي الواي تيجي بإشارة مخالفة سلب اتنين طب السلب اتنين تروح الناحية اليمين بموجة باتنين وعند سلب واحد يبقى اصبحت دي مين ده معادلة المماس عبارة معادلة العمودي هي نفس المعادلة مع تغيير بسيط شايفين النص ده اقلبه يبقى كان صح اتنين واضربه في سلب بقى سلب اتنين افيك دي السلب اتنين في X والسلب اتنين في سلب واحد بموجة بواحد اود الـ X الطرف الثاني عشان تبقى موجبة يبقى اتنين X زائد Y الاتنين تروح بسالب اصبح بالشكل ده لاحظ بقى المعادلتين ان ببدل معاملات الـ Y والـ X الـ X كانت بواحد تروح للـ Y والـ Y كانت باتنين تروح لمين سوري بسالب اتنين يبقى سالب اتنين واضربها في سالب يبقى ده معادلة المماس ومعادلة العمودي وده كان اول تطبيق على الاشتقاق اشتركوا في القناة